إيه لفاطمة أنوح فلا تلومني تلومني فاطمة الزهراء سيدتي ومولاتي إن قلنا عنك آية الصبر بل جبل الصبر فهو إنما يعبر عن جانب من جوانبها صلوات الله وسلامه عليها فهي صابرة محتسبة وكذلك ضحت بكل ما لديها من أجل هذه المسيرة العظيمة الزهراء رغم قصر عمرها الشريف صلوات الله وسلامه عليها ولكنها تركت أثرا إلى أبد الدهور إلى أن يأتي يوم القيامة وللزهراء صوت يدوي من أين نبدأ وإلى أين ننتهي أحب أن أذكر في البداية رواية يرويها أبن قتيب في الإمامة والسياسة وإلى أبن قتيب في الإمامة والسياسة هل الزهراء سلام الله عليها عندما فعلت ما فعلت بشأن فدك أرادت أموال فدك أم المحصول الزراعي من فدك أم ماذا أرادت الزهراء فإن ما فعلته لا يتناسب مع زهدها بالمنظور الدنيوي لو أردنا أن نقول أن الزهراء سعت لأجل استرداد فدك لأنها أرضها لا شيء آخر هي زاهدة ماذا كانت تأكل الزهراء ماذا كانت تشرب الزهراء تقضيها ليلا في العبادة ونهارا في الصيام وماذا ترغب في الدنيا بعد أن فقدت حبيب قلوبها حبيب قلبها وحبيب قلوبنا النبي صلى الله عليه وآله كانت تقضي وقتها بالبكاء سلام الله عليها ابن قتيبة يروي أن الشيخين ما يسمى بالشيخين أو الخليفة الأول والثاني تشاورا فيما بينهما فقالا لنذهب إلى فاطمة فنرضيها هذا بعد أن جرى ما جرى عليها صلوات الله وسلام فاستأذن فلم تأذن لهما فجاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقالا يا علي إنا فعنا ما فعنا وإنا نقسم عليك أن تدخننا على فاطمة الزهراء فتكلم الأمير معها فسكتت ولم تجبه فلما دخل سلم عليها فلم ترد عليهم السلام وحولت وجهها إلى الحائط فبدأ يسترضيانها قال الأول إنك أعز علي من ابنتي وإلى آخره من كلامه فقالت أناشدكم الله ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني قال إي والله سمعنا ذلك قالت فإني أشهد الله أنكما آذيتماني وإنكما ظلمتماني ووالله إني لست براضي عنكما وأشهد الله أني غاضب عليكما ولأدعون الله عليكما في كل صلاة أصليها الإمامة والسياسة لابن قتيبة عندما يتكلم عما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ما هذا الغضب لماذا هذا الموقف لم يكن هذا الموقف لأجل الأموال التي تأتي من فدك إنها أرادت أن تري العالم ماذا جرى على خط الرسالة المحمدية فالرسول صلى الله عليه وآله قد بلغ أن الهدى ودين الحق مع أمير المؤمنين عليه السلام يدور الحق معه أينما دار وبلغهم بمواضع عديدة أني مخلف فيكم الثقلين إلى آخره مر عليكم الروايات جميعا فإنما أرادت أن تترك رسائل متعددة إلى الأمة أن الحق وأنه مع هؤلاء وأن الظلام لا ينبغي أن تنساه فلهذا نحن أتباع أهل البيت نحيي هذه الذكرى في السنة أكثر من مرة للزهراء خصوصية أن ذكرها ثلاث مرات في السنة روايات متعددة وشاء الله أن لا يعلم أن أي هذه الروايات هو الصحيح فلذا تكرر ذكرها لثلاث مرات في السنة ليس لها قبر صلوات الله وسلامه عليها كل من يذهب إلى المدينة المنورة لا يزور قبر الزهراء لا يعلم أين قبر الزهراء يزورها في أماكن متعددة وهي البنت الوحيدة التي بقت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وتخيل في كم يوم بقت الزهراء أعلى رواية أقصى رواية خمسة وسبعين يوم شهرين ونصف بعد رسول الله صلى الله عليه وآله يعني إلى الآن لم تجف الدمع على رسول الله والزهراء ماتت لم تجف الدمع وقضت هذه الأيام باكية ليلة النهارة لم تهدأ أبدا صلوات الله وسلامه عليها ولا أحب أن أطيل عليكم ولكن نستلهم من ذكراءها وصايا أوصاني بها سماحة السيد المرجع الدين الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسين السستاني مدى ظله الشريف حيث بلغني بأن أوصل سلامه إليكم وإلى كل من ألتقي به من هذه البلدان وأنه يوصيكم بأولادكم خيرا إنهم الأمانة التي في أعناقكم فكما أدوا فكما أد آباؤكم وظيفتهم تجاهكم أدوا وظيفتكم تجاههم هؤلاء أمانة وينبغي على كل واحد منكم أن يتقن الوسيلة الصحيحة للتربية لا أن يربي بحسب مزاجه بحسب طبيعته هو متعود أن يضرب فيريد أن يضرب ومن المعلوم لديكم أن الضرب غير جائز إنما يجوز الضرب لأجل مصلحة الطفل فقط وأما إذا كان الضرب لأجل التشفي أو لأجل أنه غاضب أو فقد السيطرة على نفسه مأثوم ولو أوجب هذا الضرب لونا من الإحمراري أو الإزرقاق أو الإسوداد فهو ملزم بدفع الدية شرعا وهذا المبلغ يصرف على مصلحة الطفل وهذا محدد يعني يدفع مبلغ على كل إذا تغير لونه إلى أحمرار أكون عليه مبلغ شرعي أقصى ما سمح به وعلى نحو الاحتياط أن يضرب ثلاث ضربات خفيفة تمثيلنا يعني هم علماء يعبرون هكذا لا تزيد على ذلك وإذا لابد التربية تحتاج إلى أن تضحي من وقتك تجلس معه توضح أمور الدنيا له في قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أن دعوهم سبعا وأدبوهم سبعا وصاحبوهم سبعا أنت شقد صرفت من وقتك عليه قعدت سولفت وياه بيّنت للأمور شنو الصح وغلط لو مجرد أن هو دايعيش وتتتعيش وإذا وقع الخطأ وإذا أنت خرجت عن طورك وفعلت ما فعلت نحن نتكلم عن مجتمعنا لا يعيش سواء هناك لا بد أن نتعلم من تجارب الآخرين كلما كنت هادئا كلما رسمت له شخصية متميزة كلما بذلت من وقتك لأجله كلما حددت هويته الاجتماعية هاي مجتمعات أمامنا مو دي ربون ليش بطريقتنا الشرقية اللي هو دائما إما أن تهينه أو تضربه أو كذا أحد أساتذتنا كان يعبر يقول في بعض المجتمعات يسمون الطفل كما في المجتمع الإيراني أغى هو كبير أو شخصية أو كذا إحنا بطبيعتنا مثلا بالذات العراقيين نزغر الطفل العليوي نحاول أن ندلله أسلوب الدلال هاي تنبع بأسلوب ما في الحقيقة عن طريقة تعاطين مع الأطفال قوموا لك سوي كذا إحنا لازم ننطي شخصية لابد أن نميزه لابد أن نجعله رجلا من خلال ما نغذيه من أسلوب لطيف من تعامل قول النبي صلى الله عليه وآله دعوهم سبعا وأدبوهم سبعا لكي تكتمل طفولته هذا يحتاج ترى الطفل من يلعبه وايا وكذا هذا مو سوء هذا مو سوء بل بالعكس هذا يأخذ يعني يخرج طاقاته ترك سبعا خليه يعيش حياته الطبيعية وأنت داري أرشده من فوق لي فوق شوي شوي عليك يفوق بعدين سبعة الأخرى لا ابدي أدب علمه وفي هذه بعض الأطفال اللي لعبون كثيرا وعنده طاقة وعنده كذا يقول لإمام الكاظم سلام الله عليه العرامة في الصغر حلم في الكبر هاي الطفولة الشوفة مشاكز هاي ينقلب إلى حلم عندما يكبر طبيعة هاي طريقة طبعا هناك مشكلة قد نعانيها في داخل الحسينيات مراكزنا الصغيرة يعني يكون يجيب ابني علمه يسمع ويتعلم وفي نفس الوقت هو يريد عنده طاقة يلعب كذا هاي يكون الصر نوصل إلى حد وسط ننطيهم شوية هم ينطونا منهم شوية مرة قاعدة مرة خليه يلعب سووا لكم فرد مساحة للأطفال يلعبون بيها ويستمعون هل كم كلمة يجي وخلينا صنصوتهم وهكذا الله لعله يرزقكم يتوسع المكان يصير لهم فرد مكان ينقل لهم ويلعبون بيه على حدة هذه بعد احنا كون نساعد في سبيل ان نجد الظرف المناسب كل عملكم لأجلهم الآن وانتم مطالب ملزمون شرعا بان توصولنا لهم المفاهيم الصحيحة هذه كانت وصية وصية أخرى تعليمهم اللغة العربية طبعا لمن لا ينطق بها يعلمهم لغته الأم لكي يستطيع أن يصل إلى التراث من خلال هذه اللغة وهذا ما تعلمنا وكذلك عندما تجعله يهتم بقضايا الإسلام العامة يهتم بقضايا الأمة تربيه عندما يبلغ يصبح فتى يستمع يريد أن يتعلم اجعل همه قضايا الأمة هم اجعله يفكر مو هم المباراة الفلانية وهم كذا نبه خلي أخذ من وقته يشوف ما يرغب ولكن ابني هيم شوف أكو شباب في العراق الآن يضحون أعمار بالـ 18 والـ 19 والـ 20 هبوا تلبية لنداء المرجعية من أجل الوقوف أمام الإجرام العالمي أمام حثالات التعريخ والحاضر ما يسمى بداعش هذا الكيان الغريب على الأمة هذا هو الشباب بعمرك شنو 18-17 إلى 19-20 عندما سمع النداء منظر يعني البكاء في حقه قليل شوف أمامك الشباب في ريعان الشباب علم بأن التواجد في أرض المعركة هو إلزام شرعي لمن يستطيع على حمل السلاح شنو النتيجة اللي سواها هب أول الناس المتطوعين ملأوا المركبات المتطوعين المتطوعون ملأوا الجبهات ملأوا كلهم يريدون أن يذهبون للقتال الأب يسبق ابنه الأخ يسبق أخوه في سبيل أن يذهب للقتال طبعا الميزة أن سماحة السيد أفتى بأن من يقتل في أرض المعركة شهيد مو في حكم الله مصلي على محمد وآلي محمد ليس بمعنى أنه في حكم الشهيد يعني ياخذ ثواف الشهيد لا هو شهيد فعلا يدفن بلا تغسيل ولا تكفين طبعا هذا خاص فقط بمن هم داخل العراق ننبه وكذلك بمن هو حمل السلاح سابقا وقادر على حمل السلاح ويكون عمره قد تجاوز الثمانية عشر سنة والعشرين سنة وأن بموافقة الأب والأم وأن لا يكون مخالف للنظام الذي وخاضع له يعني إذا هو موظف بالدائرة الرسمية ما من حق يعوف الدائرة ورح قاتل فكان أكو بيها تحديد لكن هبوا الناس أنا بأم عيني رأيت تلك المرأة التي جاءت تصحب ولديها واحد عمره ثمانطعش أو سباطعش واحد عمره ثمانطعش لعله تقول له ثنينا تملو واحد منهم لابد أبدا ما أرجع حاولنا نقنحها أبدا واحد منهم يروح شبه هذا ضحية شعب مليء بالآلام والأحزان من أين نبدأ من جرائم القاعدة التي نتركنا من أيام صدام لكن عهد كلكم اكتويتم به ماكو بيت مكتوب عهد صدام ولكن ما بعد صدام ماذا جنينا توقعنا أنه سوف تنفرج على هذا الشعب المظلوم ولكن ماذا جرى جاءتنا القاعدة تحمل إجرام منقطع النظير لم يسلم الطفل الرضيع تصدقون طفل الرضيع يقتل لأي سبب نتكلم نحن عن قضية الحسين إحدى الجرائم الكبرى قتل الطفل الرضيع لكن لم نكن نتوقع أن تشاهد أعيننا أو نمر بقوم في هذا الزمن في هذه القرون لديهم من النفوس والإجرام أن يقتلون طفل الرضيع ليس واحد واثنين واثلاثة إذا دخلوا إلى بيت يقتلون كل من في البيت حادثة واحدة إذا أريد نتكلمها بني خالد معروفين ذول الخوالد باللطيفية هؤلاء قسم منهم العهد العهد السابق تأثروا وانقلبوا إلى سلفية والقسم الآخر باقين على وضحهم على اتباعهم لأهل البيت القسم الذي ذهب إلى ذاك الطريق بعد أن دخلت القاعدة إلى العراق بعد 2003 تحولوا إلى وحوش فيريدون قتل أبناء عمومتهم نفس العشيرة ولد عمهم لكن ذول الخوالد اللي بقوا على وضحهم ذولهم تقريبا بيوتهم على الشارع فهم الذين يمرون زوار كربلا من عند بيوتهم ذولك بالمزارع فيريدون قطعون الطريق على زوار الحسين فلابد أن يخترقون هؤلاء بدأت عملية محاولة قتلهم في ليلة 21 من رمضان الشباب ذاهبين إلى زيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه رمضان صيام نساء وأطفال في البيوت تأتي 20 سيارة محملة بمئة نفر معهم أسلحتهم وما عندهم قتلوا كل من في الدار وأحرقوا البيوت أحدهم طبعا يدخل شوف مصور كله مصور طبعا وإذا تريدون بعض الوثاق موجودة تحت اليد لكن مهنة بالعراق إذا أمام أنظارهم يقتلون طفلا رضي عن يطلح هذا الذي زوجته يضعه قدامه ويضع بيته ويضع ابنه ويباوع عليهم امرأة اختنقت بالنار لم تستطع الخروج وجدوا على الحائط آثار أضافرها بين آثار السواد أضافرها نازلة أو أصابحها نازلة هكذا فعلوا ماذا فعل هؤلاء الأطفال والنساء إجرام منقطع النظير هذا نوع من أنواع الإجرام وبعد ذلك تركوا امرأة هالقاعدة إجرامهم والآن جاء الابن الشرعي للقاعدة داعش الابن الشرعي للإرهاب التعريخي وليس في الزمن الحاضر فقط عينا بالضبط كالخوارج الخوارج بقر بطن المرأة الحامل هذا ابن الشرعي لهؤلاء ماذا يفعل الآن العالم كله يستغرب هذا ما فعلوا قتلة الحسين شنو الفرق أحرقوا الخيام على النساء كما أحرقوا داعش الطيار الأردني ماذا هؤلاء أبناء هؤلاء سبوا النساء هؤلاء أيضا سبوا النساء أبناؤهم قتلوا الأطفال منظر ينقله لي معتمد سماحة السيد في منطقة تلعفر عندما هجموا على تلعفر انتقلوا إلى سنجار في سنجار ينقل لهذا المعتمد أن أتباع أهل بيت أكثرهم تقريبا انتقلوا إلى الجنوب أهالي سنجار منهم من أتباع أهل البيت منهم من مخالفين ومنهم من ديانات أخرى يزدي طبعا أخواننا في الوطن كلهم أخواننا في الوطن وما عندنا كراهية ما نحمل في قلب العكس المساعدة التي قدمت إلى أتباع أهل البيت مثلها قدمت إلى غيرهم من قبل المرجعية الدينية وبالتالي هجمت داعش على منطقة سنجار يقول لي هذا المعتمد يقول كنت من أواخر من خرج من سنجار خرجت متخفيا في اللحظات الأخيرة بعد أن دخل داعش استطعت من خلال بعض الطرق أن أخرج من سنجار يقول أخذوا الرجال قتلوا من الرجال من قتلوا وسبوا النساء وأخذوا أعمار الأطفال ما بعد الثمانية يعني تسعة عشرة داعش أخذوهم دولا داعش ما تحت هذه الأعمار سبعة ستة خمسة تركوهم في الشارع يقول أسمع صراخات الأطفال وبكاءهم وهم في شوارع لا يعرفون إلى أين يذهبون تخيل أنت طفل عمره خمس سنين ست سنين بالشارع يصرخ ما أحد ما يجاوض عاي فيه بالشارع واحدا شنو هالقلوب ماذا يحملون من قسوة والعجيب أن بعضهم تربى في بلدان متحذرة كيف انقلب إلى هذه الوحشية إجرام منقطع النظير فلهذا سماحة السيد وجد أن من الضروري أن يتصد الشعب بإجمعه لمثل هؤلاء المجرمين لا بد أن نتصد وإلا لنهار كل شيء في المنطقة وليس في العراق بالخصوص فهبوا أبناء الحسين هبوا الفقراء والمساكين هبوا من لم يجني شيء في حياته هبوا نجدة لجميع طياف الشعب ما أحب أن أطير عليكم أكثر أسأل الله لي ولكم التوفيق والبركة وحسن العاقبة وأسأل الله أيضا أن يعينكم على مهامكم في هذه البلدان الله عز وجل هو الذي يوفق لهذه الأمور كما ذكر لي سماحة السيد أنه يدعو لكم يقول أدعو لأبنائنا في تلك البلدان ليلا في كل صلاة ليل أدعو لهم أسأل الله أن يستجاب الدعاء في حقكم وفي حقنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته